تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع واحد تجليل الزيوت العطرية والأعشاب منطقة رأس كندي بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء وخلال تفقده أرجاء المشروع استمع مدبولي إلى شرح حول المشروع الذي يستهدف تعريف السائح بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية التي تتميز بزراعتها محافظة جنوب سيناء وهم المنتجات التي يتم تصنيعها من خلال هذه النباتات والأعشاب هذا وتفقد مدبولي استفاف أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بشركة النظافة زهرة سيناء وبرج مراقبة أطيور المهاجرة ومنطقة بحيرة الأكسدا والقرية التراثية ومضمار الهيجن ومركز الرصد الأمني الموحد